كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و رحمته و بركاته طابة وقاتكم جميعا بكل خير و أهلا بكم إلى زاد الأسرة عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مراحل تربية الأبناء على الصلاة في البداية مشاهدين الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور أبو زيد بن محمد مكي الأستاذ المشارك بكسم العقيدة بجامعة أم القرى باسمكم جميعا و رحي به أجمل ترحيب فأهلا و مرحبا بك دكتور حياك الله و أهلا وسهلا بك و بأخوة المشاهدين سعادة بك دكتور معنا ضيفا حياك الله مشاهدين الكرام لا شك أن العناية بتربية النشئ التربية الإسلامية الصحيحة على إقامة الصلاة و تقوى الله في الأقوال و الأفعال من أمارات التوفيق و علامات السدات و قد قال الله عز وجل رسوله عليه الصلاة و السلام و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها قال الأحنف بن قيس يعظ معاوية في فضل الولد يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبنا و عماد ظهورنا و نحن لهم أرض ذليلة و سماء ضليلة و بهم نصول على كل جليلة فإن طلبوا فأعطهم و إن غضبوا فأرضهم يمنحوك ودهم و يحبوك جهدهم و لأن أبناءنا هم رياحين الحياة و فلذات الأكباد فقد أوص الله تعالى الأبوين بهم خيرا و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بحسن رعايتهم و تأديبهم و رحمتهم فقال عليه الصلاة و السلام مبينا من هو خير الناس خيركم خيركم لأهله و أعظم ألوان الخير لأفراد الأسرة هو حسن الرعاية و التأديب و إن أعظم صور تأديب الأبناء تعليمهم الصلاة و غرس محبتها في قلوبهم ليقوموا بحقوقها خير قيام نجدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام و نسعد بمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم امتباعا على الشاشة كما نرحب بكم و مشاركتكم عبر السؤال التفاعل الذي يقول ما المنهج الذي تتبعه مع أطفالك لتعليمهم الصلاة و ترغيبهم فيها نرحب بكم و نرحب بضيف حلقتنا حياة الله دكتور الله يحجيكم دكتور يعني في البداية لماذا الحرص على تربية الأبناء على الصلاة الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا و قلبا خاشا و لسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا و اجعله حجة لنا و لا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين اللهم أعلم لماذا نحرص على تربية أبنائنا على الصلاة أولا لأنها هي التطبيق المباشر للشهادتين عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله ما معنى هاتين الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله و أشهد أن محمد عبده و رسوله و أنا أعبد الله بما شرع و جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقول أنا لا أعبد إلا الله و أعبده بما شرع ما البرهان ما الدليل على أنك تعبد الله وحده لا شريك له و تعبده بما شرع أنك تصلي هذا الدليل فإذا لم يصلي الإنسان فأين الشهادتين عندما تقول أنا لا أعبد تركت الشرك و أعبد الله وحده لا شريك له و أعبده بما شرع فجاء وقت الصلاة و ما صلى الإنسان إذن أنت أين الشهادتين أين عبادة الله وحده لا شريك له عند إنسان لا يصلي يعني من مقتضى الشهادتين أدا هذه العبادة مباشرة و لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله فإذا جاء وقت الصلاة و ما صلى الإنسان إذن هو إما لا يعرف معنى الشهادتين أو لا يريد أن ينفذ و لا يعمل و لذلك ديننا الإسلام دين و قول و عمل و أعظم عمل يظهر فيه الإسلام هو أن يصلي الإنسان أيضا نربي الأبناء على الحرص على الصلاة لأنه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين و هذا الركن يختلف عن الصيام يختلف عن الزكاة يختلف عن الحج هذا الركن ركن متكرر و لا يتكرر في اليوم مرة واحدة خمس مرات في اليوم فلذلك نربي الأبناء عليه لأنه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين و هو الركن المتكرر الذي يتكرر في اليوم خمس مرات دكتور يعني العلي في هذا تكرار الركن كما ذكرت تجد أن حتى موضوع الصلاة إصلاح لي حوال العبد حتى سن الله الكونية من كسوف من خسوف من عدم نزول الأمطار تجد لابد أن نربطها بالصلاة و هذا التكرار فيه زاد زاد إيمان للإنسان يعني كما أنك تربي الإبن على الأكل و أن له ثلاث وجبات و تحافظ على غذاء جسده فكذلك تحافظ على غذاء قلبه و إيمانه و أعظم زاد يتزود به الإبن إيمانا أن يحافظ على الصلاة فإذا صلى الفجر فهي زاده إلى صلاة الظهر إذا صلى الظهر فهي زاده إلى صلاة العصر إذا صلى العصر زاده إلى المغرب صلى المغرب زاده إلى العشاء من العشاء زاده إلى صلاة الفجر فأعظم زاد يتزود به الإنسان هو أن يتربى على الصلاة زاد إيمانه هذه الصلاة إذا تربى الإبن على الصلاة فقد تربى على أركان الإيمان و قد تربى على بقية أركان الإسلام و قد تربى على أخلاق الإسلام لأن الصلاة هي أعظم ربي عندما تصلي أنت تصلي لمن؟ لله وحده لا شريك له صلاتك خالصة لله تربيت على التوحيد تصلي و أنت تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك و أن الله يسمع مناجاتك و يسمع دعاءك إذن ربيته على صفات الله سبحانه وتعالى على السمع و البصر ربيته كذلك على الإمام باليوم الآخر ربيته كذلك على رعاية الله له فربيته على أركان الإيمان يعني الصلاة متعلقة بجوانب التربية هل تغيث جوانب السلوكية الدكتور؟ طبعا أكيد هذا الذي يتربى على خمسة وقات و يعرف الوقت كل صلاة لها وقتها المحدد تربى على تنظيم الوقت تربى على الجدية تربى على أخلاق الإسلام لأن الذي يتربى على الإتيام بالصلاة في وقتها سيتربى على الصدق سيتربى على الالتزام بالواعد سيتربى على أخلاق الإسلام سيتربى كذلك على الصيام و على الزكاة و على الحج لأن هذه غير متكررة فمن واضب على الصلاة سيواضب على صيام شهر في السنة سيواضب على أخراج زكاة مالي سيواضب كذلك على يعني فريضة الحج مرة في العمر فهو يصلي خمس مرات فمرة في العمر يحج سهلة جدا هذه بالنسبة له دكتور أيضا تربى على احترام الوقت تريد أن الصلاة كلها بوقتها و منظمة لها أثر انعكاس إيجابي على المر صحيح كل ما صل الإنسان و حافظ على الصلاة انعكس ذلك على سلوكه و على حياته و على قلبه و على دراسته و على أشياء كثيرة جدا فمن أراد أن يربي ابنه على بر الوالدين على صلة الأرحام على حسن الخلق مع الجاء يربي ابنه على الصلاة فإذا تربى الابن على الصلاة تربى على كل خير فلذلك نحن نحرص أشد الحرص على تربية الأبناء على الصلاة لهذه الأسباب و لغيرها كثير جميل دكتور يعني هناك مراحل لتربية الأبناء على الصلاة يعني لو نتحدث حول هذه المراحل نعم أخرج الإمام أبو داود بسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين و فرقوا بينهم في المضاجع يعني الأمر من سبع نعم قبل سبع إذن عندنا أصبحت المراحل عندك من سبع إلى عشرة هذه ظاهرة في الحديث نعم و عندك ما بعد عشرة ظاهرة في الحديث و عندك ما قبل سبع ظاهرة في الحديث يصبح عندنا ما قبل سبع إلى نصل التمييز إذن نستطيع أن نقول المراحل التي يمر بها الإبن و نحن من ربي على الصلاة نستطيع أن نقول هي خمسة مراحل جميل المرحلة الأولى مرحلة ما قبل سن التمييز سن التمييز سابعة قبل نعم عندنا قبل سن التمييز إلى السابعة لا ما قبل سن التمييز يعني من الصغر إلى سن التمييز و عندك من سن التمييز إلى السابعة جميل و عندك من السابعة إلى العشرة و عندك من العشرة إلى الخامس عشر و عندك ما فوق الخامس عشر خمس مراحل خمسة مراحل نأخذها من هذا الحديث ما قبل سبع سنين ما بين سبع سنين إلى عشر سنين ما بعد عشر سنين إلى سن التكليف خمسة عشر سنة ما فوق خمسة عشر سنة فتصبح عندنا هذه المراحل مراحل خمسة كل مرحلة لها طريقة في التربيع دكتور دعنا نبدأ قبل سن التمييز قبل السابعة نعم الآن صغير يعني هل نربيع على الترغيب والترهيب جميل نستطيع أن نقول ما قبل السابعة عندنا مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة هذا الإبن أصبح يميز يعرف أن هذا حار هذا بارد هذا يفهم يستطيع أن يعرفه يده اليمنى من يده الوسرة هذه المرحلة لكنه ما زال يعني عمره مثلا ثلاث سنوات ما قبل إلى ثلاث سنوات إلى أربع سنوات هذه المرحلة ليس فيها تعليم صلاة هذه المرحلة يعني التي ما زال الطفل فيها فقط حفاظه صغير يعني لا يعرف يتوظى لا يعرف يعني عدد الركعات لا يعرف هذه الأشياء لا يعرف يعد أصلا ولا يعرف الأوقات ولا يعرف نعم يقرأ الفاتحة لا يعرف وليس مؤهل لأن يتعلم ذلك ما زال هذه المرحلة لا يعلم لكن لا يصلي لهم تصلي يقلد ينظر لكنهم ما زال أصلا لا يحسن الوضوء هذه المرحلة أريد أن ننبه وذكرتها للتنبيه لها تأثير أي أن هذه المرحلة لا يصلح يعني بالنسبة للولد أن تذهب به إلى المسجد ما السبب وهو دون يعني لا يحفظ الفاتحة لا يعرف التشاهد لا يحسن الوضوء لا ينطبع في ذهن الإبن في هذه المرحلة أن المسجد مكان لللعب لأنه أصلا حتى الصف لا يكتمل به غير متوضي أصلا ولا يعرف يقف ثم يخرج من الصلاة ويلعب يشوش جدا فعندما يبدأ الإبن في الصلاة وهو يلعب في المسجد وينطبع في ذهنه أنه مثل ما يذهب للحديقة يذهب للمسجد لللعب هذا هذا ينطبع غير جيد وأنا ألاحظ بعض الآباء يحرص على إحضار ابنه عمره سنتين ثلاث سنوات بيحضره إلى المسجد هذا غير مناسب يعني قبل السابع ما يحضر لا ليس قبل السابع قبل أن يبدأ يتعلم سورة الفاتحة التشاهد الوقوف في الصلاة هذه مرحلة يعني لا نقصد بالتمييز هنا السابع نقصد به يعني يصبح يميز بين يده اليمناء يده بإسرائيل لكن ما زال لا يحسن الوضوء ثم عندنا ما قبل السابع بعض الأبناء يستطيع في هذه الفترة قبل السابع يبدأ يتعلم فترة تعليم صلاة الآن انتهى من فترة الحفاظ أو الأشياء ذي لكن الآن هو يستطيح في صورة الفاتحة يستطيح في صار السور هذه الفترة التي قبل سبع سنوات يعني خمس سنوات ست سنوات هذه فترة تعليم لا يوجد أمر بالصلاة لكن تعلمه سورة الفاتحة صار السور تعلمه أقوال وأفعال الصلاة جميل أقوال وأفعال الصلاة ماذا تقول في بداية الصلاة التكبير ماذا تقول في الركوع ماذا تقول في الرفع من الركوع ماذا تقول في السجود ماذا تقول في الجلسة بين السجدتين ما هو التشاهد الأول ما هو التشاهد الأخير هذه الفترة لا يأتي عمر الإبن سبع سنوات إلا وقد تعلم الصلاة يتعلم أحكام الصلاة لكن كله تعليم لا يوجد أمر بالصلاة لكن حفظ أقوال و أفعال الصلاة تماما أتقنها هذه ممكن يتعلمها الطفل عمره خمس سنوات ست سنوات إلى سبع سنوات فإذا أتم السابعة دخلنا في المرحلة الثالثة إذن عندنا مرحلة الخمس سنوات ست سنوات يعني قبل السابعة وعندنا مرحلة قبل يعني أربع سنوات ثلاث سنوات دون التي لا يستطيع أن يعرف أن هذه صلاة وأن هذا ظهر وأن هذا عصر وأن هذا مغرب في هذه الفترة التي قبل التمييز الأوقات تمييز الصلوات التفريق بين الصلوات هذه الفترة ليس هناك تعليم للأبن في الصلاة عندما يبدأ يميز يعرف الأوقات عديل العشرين يقرأ الفاتحة هذا وقت تعليم حتى نصل إلى السابعة بعد ذلك نبدأ في المرحلة الثالثة جميل دكتور من السابعة إلى عشرة يعني ما يسمى مرحلة التمهيدة أو الروضة هذه بداية هذا تعليم هذا تعليم طيب تعليم يعني من غير أمر بالصلاة يعني لكن يصلي الأب عنده السنة الراتبة الأم تصلي والبن تراها ويبدأ يطبق ما تعلمه ولكنه من غير أمر طيب في هذه المرحلة هل يأخذ مثلا لمسجد نعم إذا يستطيع أن يقف في مرحلة تعلم الصلاة تذهب به تذهب به لا بأس إذا تعلم الوقوف وتعلم ستر العورة يعني بعض الأبناء اللي قبل هذا يعني يأتي و لم يستر عورته رقبتين ظاهرة هذه لا يصلح في هذه الفترة يعتبه لأنه قد يتعود عليه أي لكن إذا وصل خمس سنة و ست سنوات بعض الأبناء عنده نباها خمس سنة و ست سنوات خلاص هو يحفظ القوال و أفعال الصلاة مثل هذا يحضر لكن من غير أمر يعني استحاب من غير ترهيب أي من غير ترهيب يعني من آسف أمر بالصلاة يلا نصلي لا يعني هو أراد أن يأتي معك يأتي معك متى يبدأ الأمر أمر الترهيب بالصلاة إذا وصلنا إلى السن السابع يعني قبل السابع الدكتور ما في ترهيب ما في أمر لا مثلا يشجع نعم لكن من غير أمر يعني ما فيه نصلي لكن السابع لا يلا يا ولدي الصلاة يبدأ الأمر بالصلاة يعني نصلي صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر يبدأ إذا وصل السابع عصرا خلاص انتهى التحفيظ و نقصد بالسابع هنا الثامنة دخل في الثامنة انتهى من سن السابع تماما و دخل في الثامنة يعني هذا تم السابع الآن فإذا دخل في الثامنة بلغ السبع سنين يعني أكمل السبع سنين و دخل في الثامنة هنا يبدأ الأمر مرى ابناءكم و هم ابناء سبع يعني أتموا السبع سنين و بدأ في بداية الثامنة الآن يبدأ بالأمر بالصلاة و الأمر بالصلاة هنا هو أمر ترغيب هو أمر ترغيب و هنا في هذه الفترة يبدأ يعود الإبن على الصلاة هنا التعويد يعني بعض الآباء فقط يأمر ابنه بالصلاة ويظن خلاص أن انتهى الأمر لا ينبغي أن يساعد على أداء الصلاة مع الأمر مساعدة على الأداء مساعدة على الأداء مثلا أمرته بصلاة الفجر تنتظره قليلا حتى تأخذه معك صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر وتمنع المعوقات في هذه المرحلات طفل منجذب لأم كرتون أشياء يتفرج كذا ينبغي أن يهيئ البيت تماما في هذا الوقت أذى المؤذن الجميع الآن يصلي البنات يصليين الأم تصلي خلاص الولد يعرف أن هذا وقت الصلاة المشكلة أنك أنت الأب تريد تأخذ الأب للصلاة البنات الآن يرون الصلاة ما زال الوقت موسع الأم كذلك فالجميع يشاهد مثلا فيلم كرتون أو شيء من الأشياء التي تعجب الإبن أو يأكلون أو يلعبون هذه لا بد الآن أن تساعد الإبن هنا المرحلة نقول فيها ثلاثة أشياء ترغيب لماذا نصلي يا أبني لماذا نصلي لا بد تراقبه لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا و ترى هذه نعمة البصر التي انت فيها هذه نعمة سلامة الأعضاء هذه كلها من الله سبحانه وتعالى ما نقول لربنا شكرا طيب علمنا الله كيف نشكرهم أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نشكر ربنا كيف نشكره و نصلي له كمين فصلاتنا شكر لله على ما أعطانا من النعم فعندما يرقب الإبن في الصلاة يرقب ثم يساعد على التنفيذ يكرر الترغيب و المساعدة على التنفيذ يتعود على الصلاة نكمل هذه النقطة دكتور لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال أم يار من السعودية مرحبا فيك السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله أولا أرسل على دكتورنا الشيخ أبو جيد مكي أستاذ العقيدة أريد أن أسأل أنا عندي بنتي مثلا كملت عشر اثنين و ما بتصلي إلا إذا ذكرتها في الصلاة فهل أعاقدها أن نضربهم على عشر؟ جميل وضح هناك سؤال آخر؟ والله أتمنى أن دكتورنا يعمل لنا برنامج للعقيدة يكون مفتوح على الاستثارات جميل وصف فكرتك و إن شاء الله الدكتور يرد عليها شكر نميار تجيبها؟ نعم وصلنا إلى العشر فإذا وصلنا عشرة طيب بس أنا عندي سؤال دكتور يعني قلت الإبن ممكن يأخذ إلى المسجد و يتعود لكن البنت كما تعلم في البيت و قد كما ذكرت الدكتور يعني إحيانا ما في شيء الذكر أو الإبن عنده مسجد يكون فيه رابط يربط بالصلاة لكن البنت كيف مثل ربيها عليها؟ هو ينبغي أن هذا الوقت و الإشكالية هذه ظاهرة ظاهرة في أكثر البيوت أنه إذا جاء وقت الأذان و وقت الصلاة يعني لا يقوم البيت بأكمله للصلاة فهذا يجعل البنات يصبح عندهم مشكلة في الصلاة السبب أنه ما عندها وقت تلزم فيه بالصلاة فاعتادت على أنه مثلا صلاة الفجر الأولاد استيقظوا على الأذان و انطلقوا للصلاة البنت مثلا يوم جمعة و يوم سبت هي ترى أنه ليس في مدرسة الآن لابد تستيقظ مبكرة و كذا فتنام فما المشكلة تحدث عندها أنه ممكن تنام حتى تطلع الشمس يعني ما تجد هذا التشجيع في هذا أيضا في صلاة العصر قد تصل إلى قبيل الغروب فهنا ينبغي الحل أن البيت يلتزم بأجمعهم وهذا ما في أكثر من هذا الحل إلا أنه وقت الصلاة البيت كله يعلم أن هذا وقت الصلاة سواء كان أيام دراسة أو غير دراسة حتى سؤال ميار ذكرت يعني قالت إلا تذكرها نعم أيضا هذه المشكلة مع البنات و مع الأولاد يعني هذه مشكلة نعاني منها الجميع عاني منهم حتى يعني إحنا المفترض الآن نقول من سبعة إلى عشرة ترغيب و من عشرة إلى خمسة عشر الآن يعني أمر فيه ترغيب أيضا المشكلة نواجه أنه بعد خمسة عشر سنة يعني و ما زال يحتاج له تذكير كنا نقول يعني يا شباب عندك ثلاث سنوات بعدين عندك خمس سنوات ثمان سنوات و ما زالك ما تعودت خلاص ما عادت المفترض العادة تتكون من أربعين يوم أربعين يوم أنت ربيت ولدك على الصلاة التعود لكن التوفيق بيدن لبعض الأبناء ما شاء الله يعني سبعين ثلاثة و خلاص والله دكتورة ترى حيانا التقصير من الوالدين يعني يترك يترك ولين على قوله خلاص أو قبل كان مثل السلصال يقدر يتحكم فيه لكن إذا يبس يعني صعب النكة تغير من سلوكات نحن نستاذق ترى فاصل ثم نرجع فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا أصدقائي أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ هل يدري أحدكم ما معنى كلمة الوضوء؟ نعم أحسنتم الوضوء من الوضاء وهي النظافة لقد شرع الإسلام لنا الوضوء قبل كل صلاة لذا جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضى قبل الوضوء لابد أن نذكر الله تعالى فنقول بسم الله ثم نغسل كفينا جيدا ثلاث مرات وينبغي أن ندخل الماء بين أصابعنا هكذا ثم ندخل الماء إلى فمنا لنغسله جيدا هكذا نفعل ذلك ثلاث مرات وهذا الفعل يسمى بالمضمضة ونجعل بعض الماء في أنفنا ونخرجه مرة أخرى نفعل ذلك ثلاث مرات أيضا وهذا الفعل يسمى بالاستنشاق والاستنثار ثم نغسل وجهنا كاملا هكذا ثلاث مرات وينبغي أن يشمل الماء الوجه كله من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الضقن كما ترون ثم نغسل يدينا ثلاث مرات من أطراف أصابعنا إلى المرفقين هكذا نبدأ باليد اليمنى أولا تليها اليد اليسرى ثم نقوم بمسح رأسنا كله مرة واحدة فنبدأ بالمسح من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام كما تشاهدون ويمكن أن نمسحه من الأمام إلى الخلف فقط إذا كان كثيفا ثم نمسح أذنينا معا من الداخل والخارج مرة واحدة بالماء الذي مسحنا به رأسنا منذ قليل ثم نأتي على الرجلين فنغسلهما إلى الكعبين جيدا ثلاث مرات نبدأ بالرجل اليمنى أولا ثم نتبعها بالرجل اليسرى وبهذا يا أصدقائي نكون قد انتهينا من الوضوء وبقي لنا أن ندعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء رددوا معي وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الآن أصدقائي قد أصبحنا جاهزين للصلاة تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن خي أهلا وسهلا مرحب بكم ومشاهدين الكرام مرة أخرى نرحب بكم كما نرحب بضيب حلقتنا حياة كرة دكتور الله يحييكم جميعا دكتور نحن أخذنا المراحل الأربع الآن الثلاث هذه المراحل الرابعة من سن العاشرة إلى الخامسة عشر نعم هنا قالوا نبي صلى الله عليه وسلم وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرَ طبعا بعض الناس يستحي من هذا الحديث إذا كان خارج هذه البلاد في أوروبا و كلمة ضرب هذه تكون مخيفة كذا شوية جدا نعم حتى مرة كان عندي محاضرة في مسجد الخارج فكان عندي هذا الحديث قال انتبه لا تقولوا أضربوهم عليها التشكالية ذي فيها قلت لا نحن نبين لكن نبين ما مقصود الضرب هنا ليس المقصود الضرب هنا مبرح أو نعم ضرب تأديد نعم هو الضرب الذي يشعر فيها الإبن أنه ارتكب أمر عظيم هي إشارة ليس الضرب المقصود يعني تأتي ببلي أو تأتي بكذا ثم تضرب بكل ما أتيت من قوة و قد يعني نقطة نحن يقع الإنسان فيها لكن ليس هو هذا المقصود هو المقصود أن الإبن أصلا أنت تربيه على الصلاة و كذا ثم في يوم من الأيام تكاسل حتى يعني أحمل الصلاة و فاتته الصلاة أو يعني يرفض أن يذهب للصلاة فيضرب فتكون هذه الضربة مثل منبه ضرب التنبيه أي أنك أتيت بأمر عظيم تستحق عليه أنك تضرب فهنا يكون هذا لكن ليس المقصود هنا الضرب الشديد ثم المقصود به أنك تصل انتقلت من أمر الترغيب إلى أمر فيه شيء من الترهيب ترهيب ترهيب أنه لماذا تترك الصلاة و النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي و نيوحى عندما نبه عن هذا الجانب له أثر عكاس قوي جدا على تعديل السلوك و الأشياء الخاطئة أنا أريد أن ننبه هنا في هذا المرحلة من 10 إلى 15 الابن بدأ يكتمل أو ينضج و يفهم هنا أنا أريد من كل أب أو أم تسأل ابنهم يا ابني من هو هذا الله الذي نحن نصلي له المفاجأ هنا أنك تجد الابن ما يدري ما هو واضح الأمر عنده من هو الله غير واضح يعني حتى أن بعض الأشياء يعني نقول لبعض الأبناء باب ننظر إلى معرفته بربه سبحانه وتعالى تقول لهم يا ولدي الله كم ولد له طيب من أبوه طيب هو مثل من فتتفاجأ أن الابن في هذه المرحلة لا يفهم مثل هذه الأشياء فيحتاج إلى تعليم أعظم سورة معلم بها الابن في هذه المرحلة سورة الإخلاص كميل و لا تحتاج أنك لا بد أن توصله لمعلم أنت تقول يا ابني الله هذا الذي نحن نصلي له هو الأحد قل هو الله أحد الأحد يعني في ربوبيته الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق هذا العالم و بملكه و تدبيره و هذا الإله الذي هو له ملك السماوات و الأرض و ما من نعمه إلا وهي من الله سبحانه وتعالى كان هو الصمد الصمد الذي يقضي حوائجنا و الذي نرجع إليه في حوائجنا و كان هو المستحق وحده للعبادة يا ابني هذا الله لم يلد لماذا لم يلد؟ لكمال غناه عن الولد فهو الآخر الذي ليس بعده شيء الله مستغني عن الولد و الكل ملكه سبحانه وتعالى و لم يولد ليس له أب لماذا يا ولدي ليس له أب؟ لأنه لم يتقدمه أحد فهو الأول الذي ليس قبله شيء لم يسبق بعدم و هو الخالق جل جلاله و مستغني فلا يقال من خلقه لأنه لم يسبق بعدم حتى يقال من خلقه هو الخالق و ما سواه مخلوق يا ولدي هذا الإله لم يكن له كفوا أحد لا يمكن أن يكون له مماثل من مخلوقاته و لا يمكن أن يكون هو مثل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى فمن سورة الإخلاص تعرفه بربه لأن بعض الأسئلة أسأل بعض الأبناء أسأل بعض يعني أنت عندما تصلي هل تشعر يعني بلذة في هذا الصلاة هل تشعر أنك تقب بين يدي الله أنك تناجي الله سبحانه وتعالى الخالق المالك تجد عنده ضعف عدم معرفة الدكتور يعني من أسباب تعظيم الله عز وجل معرفة أسماء الله و صفاته نعم لما نغرس في الأبناء هذا الجانب كل ما كان من الله يعرف كل ما كان به أخوف يعني نحتاج يعني أن نعرف من هو الله و لذلك يسأل الإبن إذا أردت أنك تتأكد قل له هل تشعر بفرق بينك قبل الصلاة و بعد الصلاة أو مثلا اليوم الذي تصلي فيه الفجر هل هناك فرق في هذا اليوم بينه و بين اليوم الذي لا تصلي فيه الفجر فإذا وجدت بعض الأبناء قد يكون صريح يقول لا أشعر بفرق هذا الذي لا يشعر بفرق هو عنده مشكلة عنده مشكلة ما تلذذ بالصلاة أصلا و لذلك لا فرق عنده صلى في الجماعة صلى في البيت فاتت الصلاة يرى كل بعض الأبناء تسألون يقول لا في فرق هذا اليوم الذي يصلي فيه صلاة الفجر في الجماعة أشعر براحة أشعر يقول بفرق في التعاون مع الناس أشعر بأشياء كثيرة جدا فالمقصود أن هناك فرق بين هذا معناه تلذذ بالصلاة هذا معناه عرف ربه جل جلاله أيضا في قضية أخرى بعض الأبناء لا ينتبه لها أو يأتيه يوسس من الشيطان طيب يعني هل الله يحتاج إلى صلاتنا طيب لماذا نصلي لماذا نصلي تعلمه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نستعين نحن نصلي لله لأنه هو رب العالمين و لأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لذلك و كذلك مالك يوم الدين فنحن نعبد الله لماذا لأنه هو المستحق للعبادة و نشكر الله سبحانه وتعالى لربوبيته لنا نعم و ربوبيته لنا وفق رحمته سبحانه وتعالى و سيكون هناك يوم الدين و الحساب و الجزاء سيجاز الناس على أعمالهم فلما يفهم الأبن طيب لماذا يصلي لماذا يصلي لله من هو الله و لماذا يصلي لله فهنا يصبح في صلاة في فرق و نغرس في قلوم الدكتور يعني نحن محتاجون يا الله عز وجل و الله سبحانه وتعالى غني عننا نعم و هذه الصلاة هي لنا نحن زاد لنا و لذلك عندما يبدأ يفهم الأبن هذه الأشياء سيجد فرق الوقت الذي يصلي يشعر بارتياح يتعامل مع الناس بأدب بأخلاق الوقت الذي لا يصلي تجده عنده شدة الغضب عنده عدم الصبر على دراسته عنده عدم الصبر على والديه عنده حالته النفسية سيئة فرق فلابد أن يعرف الأبن ثم يتلذذ بالصلاة هنا مشكلة يعني كثير من الأبناء يقول أنتم تقولون تمسك بالدين سعادة و لذة نحن وجدنا تعب نقول نعم أنت ستجد في صلاة الفجر تعب القيام لصلاة الفجر تعب القيام لصلاة العصر تعب هذا التعب لو ملأت قلبك حباً لله سبحانه وتعالى و رضاً بأنك عبد للرب سبحانه وتعالى ستتحول هذه المتاعب و هذه المصاعب إلى لذة هنا عندنا المشكلة في هذا الفترة من عشر إلى خمسة عشر و هنا نجيب على سؤال الأخت مع ابنتي هذه ما مشكلة هذا البنت ما وصلوا إلى مرحلة يعني اللذة بهذه الصلاة و لذلك يحتاج إلى تنبيه 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 لكن لو الابن وجد اللذة يعني لا يمكن يعني تحتاج فقط معه أربعين يوم لكن إذا زادت هذه و نحن عندنا ثلاث سنوات ثم خمس سنوات من العشرة و نحن نرغب و نعود لكن هو ما رغب فعلا و لذلك نحتاج نطرح عليه بعض الأسئلة يعني ما هي الأشياء التي ترغبك في الصلاة لماذا تصلي فيبدأ هو يجيب على هذه الأسئلة بحيث هو يقنع نفسه داخليا لا بد أن يقتنع بأهمية الصلاة و لا بد أن يقتنع بيعني أن هذه الصلاة صلاح له في الدنيا قبل الآخرة إذا ما وصل لمرحلة القناة عنه لا بد بعض الأبناء تجده مستيقظ ليس أبنائي و يعني ينتظر يعني تقيم الصلاة ممكن هذا الإبن قد تقيم الصلاة و يبقى جالس إذا ما جئت و قلت له يا الله الصلاة قام يصلي ما أمرته بالصلاة جلس ما يصلح بعد العشر سنوات ما زال بهذا الشكل لا بد أن يجالس مع الأبن لماذا؟ لديه مشكلة في الرغبة الرغبة لا بد أن أتم بها هو دكتور أو حيانا ترى الوالدين هم الأساس أنت تفاجأ أن مثلا أبناء يدخلون المدارس يصلوا حيانا مرحلة الثنوي أو المتوسط أو حيانا يدخل الجامعة يعني موضوع الصلاة دائر في البيت شبه معدم يعني فيتفاجأ أنه فقط لا يصلي إلا و حيانا عشان تعرفت المدارس حيان يكون إجبارا أنهم يصلون فتجد أنه ما يصلي إلا هذه الفريضة تسأل هل صليت الفجر يقول لك لا ما صلي الفجر أصلا أهله غرسه فيه ربه على إيش؟ على أهمية أنك تدرس و تتعلم و تحصل على شهادة و أمور الصلاة يعني من الخمس صلوات صل ثلاثة يعني هذا الإشكالية هنا هذه مشكلة نعم و قد يتركه صلاة الفجر يتركه ينام شفقة عليه و قد يتركه صلاة العصر ينام شفقة عليه يعني خليه يأخذ راحة بحيث يقوم يذاكر هذه مشكلة لكن لو تربى الإمن أنه يقوم رغم شدة التعب يقوم يدي صلاة الفجر سيجد فرق كبير سيجد حلاوة و لذة ينتظم يومه بأكمله نعم ثم نحتاج يعني في هذه المرحلة قضية الإمام بالغيب قضية الإمام بالغيب و أن هناك ملائكة يعني الإبن في صلاة الجمعة مثلا هذا الولد لما يصبح عنده يقين أن هناك ملائكة تقف على الباب و تسجل من حضر أول بأول ثم إذا بدأ الخطيب أغلقت الملائكة صحفها و ذهبت تستمع إذا أصبح عند الإبن يقيم بهذا الأمر عنده يقيم بأن هناك ملائكة عندما تكون أنت في الصفة الأول و هكذا حتى يكون أسرع له في الخروج فالمقصود عندما يعلم أن هناك ملائكة تصلي على أهل الصف الأول تصلي على مياه من الصفوف و أن هؤلاء الملائكة عندما يكون جالسوا في المسجد ينتظر الملائكة تدعو له بالمغفرة و بالرحمة عندما يكون هذا الإيمان حاضر في قلبه و أن هناك عالم آخر غير العالم الذي نحن فيه عالم موجود عالم غيبي كبير جدا جنة عرضه السماوات الأرض موجودة الآن و أنها معدة لأولياء الله الصالحين جميل فينبه الإمن و يربع على مثل هذه المعاني فيها قوة له جميل دكتور جانب الإيمان بالغيب كما تعلم من أعظم الأركان حتى الله لما بدأ في صفات المتقيقة يؤمن بالغيب تجد فيه تقصير في جانب الوالدين في غرس جانب الإيمان بالغيب في قلوبه بنائم حتى أنفل من باب الجنة باب الصلاة نعم عندما يربون على هذا تجد أن يغرس فيهم هذا جانب جميل يعني مما يساعدهم أعطيهم هذا المثال يساعد الأب في تصوير هذه القضية يقال له يا ابني و خاصة إذا كانت أم محامل أيضاً هذا التطبيق عملي جيد لو استطعنا أن نكلم هذا الجنين الموجود في بطن والدتك و قلنا له موجود عالم آخر كبير فيها الأب و فيه الإخوة و الأخوات و فيه هذا العالم فيه عماير فيه سيارات فيه أرض واسعة هل يصدق الجنين هذا؟ هل الجنين؟ و ما فيه لهذا العالم الذي أنا أحسه الذي هو هذا الكيس الموجود هو فيه فإذا كان هذا الإبن يعني عنده شعر بأن هناك حبل سري يربطه بوالدته فآمن بوالدته و والدته أخبرته أنك إذا خرجت كلها تسعة أشهر ثم ستخرج إلى عالم آخر عالم واسع بدأ يوقن بهذا نحن كذلك نقول بأن الله سبحانه وتعالى الإقرار بوجود فطرة في نفوسنا و الله سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هناك عالم آخر الجنة و الجنة موجودة الآن و نار تلظى يا ذنب الله هنا يبدأ عندما تصلي و يراك الله فإن لك جنة عرضها السماوات الأرض هذا الترهيب و الترهيب و أن من ترك الصلاة هذا له عقوبة عند الله سبحانه وتعالى هذا الجانب في غاية الأهمية دكتور حديث معك شيء ولكن نحن لدينا مداخلة هناك في منصة منصة عالم زيدو مطلقتها القناة معنا المهندس صائل حسن مدير منصة عالم زيدو للأطفال حياك الله مهندس صائل أهلا و السلام عليكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا أخي و عليكم السلام و رحمة الله مرحبا فيك معنا الدكتور أبو زيد مكي ضيف حلقتنا و نحن نتحدث عن أمور الصلاة يعني مهندس صائل في البداية نريد تعرفنا على منصة عالم زيدو و أيضا تتحدث عن ما هي خطتها لتعليم الأطفال جانب الوضو و الصلاة طيب الله يزيك الخير و جزاك الله خير جميعا على استضافها و على هذه الفرصة و تحية كبيرة لك أستاذ تركي و لك الدكتور أبو زيد و لأستاذ المشاهدين حقيقة هو طبعا فكرة سريعة هي عالم زيدو احنا نقدر نعتبرها موقع أشبه بأن يكون مدرسة حياتية كمنا بإعدادها بعد الرجوع الأهل العلم من التخصصات الشرعية و التربوية و النفسية و أعددنا مادة تناسب ثلاث مراحل عمرية المراحل هذه هي من 4 إلى 6 سنوات و من 7 إلى 9 سنوات و من 10 إلى 12 سنة و الفكرة أن نقدم فيها مادة تعين المربي الأب و الأم و المربي بشكل عام على أن يجد هناك من الأدوات و من الفرص أن يتشارك مع الطفل في هذا الموقع و يسروا الحوار و النقاش و العمل مع بعض الموقع يبني مبني على أساس بناء شخصية الطفل و ثقافته مهاراته و قدرته على التحليل و كذلك بناء أثث الإيمان بالله سبحانه وتعالى و محبة الرسول الله عليه وسلم جميل هذا يتم من خلال السلوب نحاول أن يكون السلوب مبتع يعتمد على القصة و اللعبة الهادفة و الأنشطة التفاعلية و الكتاب الإلكتروني هذه كلها منسوجة مع بعض ضمن تسلسل على شكل قصة متسلسلة و من خلال هذه القصة يتم هناك الحياة ضمن هذه الأذكار العامة و و التركيز عليها من خلال اللعبة و من خلال كما قلت الكتاب و الأنشطة التفاعلية التي نربط فيها الطفل و يتفاعل فيها الطفل مع محيطه مع أقرانه مع والديه و بالتالي يعني المنهجية هنا تعتمد كثيرا على قضية إذا جاءت تعبير قضية الكتابة الحسنة لأنه حقيقة لما نعيش في هذه القصة القصة هذه هي قصة كرتونية لكنها مختلفة على حسب المرحلة العمرية فهي في الحقيقة تعرف يعني نموذج حياتي عملي يربط الطفل بإدراك الطفل للواقع الذي هو يعيش فيه جميل جميل وهنا تأتي قضية لما نتكلم عن قضية الصلاة و قبلها قضية الإيمان و ذكر الله سبحانه وتعالى وارتباط للقلب الطفل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يعطيه وهو الذي نحمده و نشكره سبحانه وتعالى و طبعا بلغة تتناسب مع المرحلة العمرية التي تكلم عنها وبأحناس تتناسب مع هذه المرحلة العمرية جميل مهندس صائل يعني باختصار ما هي الخطة في تعليم الطفل جانب الوضوء والصلاة؟ نعم فأنا أريد أن أقول أنه لما نتكلم عن الصلاة هنا نتكلم على مسألة حياتية عادية يعيش هذا الطفل الصغير هذا البطل الصغير في هذه القصة الإلكترونية لما نتأتي إلى الصلاة الوضوء والصلاة كعبادة و أركان خصصنا لها في أحد الحلقات بالنسبة للمستوى الأول أربع إلى سبع إلى سنوات حلقة خاصة يذهب فيها هذا البطل الكرتوني الصغير مع والدي و يعلمه والده الوضوء ثم يذهب إلى المجد للصلاة و طبعا هذه ضمن الأسف الشرعية التي رجعها علمانا و مشاهدنا حتى نصمين إلى أن كل ما يعرض فيها يكون سليم و نؤكد عليها من خلال اللعبة أيضا لأن هناك تتبع هذه المشاهد ألعاب بسيطة لتذكر الطفل و تؤكد أنه استوعى مفهم ترتيب الوضوء مثلا و أركاني و أركان الصلاة و هكذا مهندس صائل حسن مدير منصة عالم زيدو للأطفال شكر لك مهندس صائل هذا الإضاحة و البيان أكمل في قضية وحيدة أنه أيضا إحباز زيادة على ذلك كمنا بإعداد فيديوهات لذلك يقوم بها أحد الأطفال حقيقة يعني ما اكتفينا أيضا فقط بالعرض الذي هو موجود في الكرتون و التصافة طبعا لأنها يكتب من مسيح الحياة اليومية التي يعيشها الأطفال هذه الكتب نفع الله بك أولا جزاكم الله خير على هذا الجهد و أنتم على ثغرة نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفع بكم السؤال منصة زيدو كيف يصلوا إليها الأطفال يسأل كيف الاشتراك فيها كيف الطفل يصل إليها نعم هو طبعا الخطوة الأولى هي أن الأب و الأم هم الذين يعني يدخل إلى الموقع و يسجلوا أفصالهم بوضع تاريخ بوضع سنة الميلاد يقترح الموقع على الأب أو الأم ما هي المرحلة العمرية التي ستناسب بالطفل وبالتالي ما هو خلينا سلم على المنهج الذي سيبدأ به الطفل من القصة و الألعاب و الكتب و الأب و الأم لهم مكان خاص كغرفة تحكم هم يتابعوا ما أنجزوا الطفل و في كل حلقة هناك أهداف تربوية و إيمانية و عقائدية نقدمها للأب و الأم و نشرح لهم أنه في هذا الجزء من هذه الحلقة أو من هذه القصة استعرضنا هذه الأهداف ليتابع ذلك الأب و الأم و طبعا نحن في نهاية كل جزء من الكرتون هناك ألعاب لتشبت المعاني التي ذكرناها ثم في نهاية ذلك هناك الكتاب الإلكتروني الذي يسمحه الطفل مسموعا أو الأب و الأم يمكن أن يعملوا منه نسخة مطبوعة لأنه فيه بعض الأنشطة التي يجب أن يقوموا بها جميعا مع بعضهم البعض ولذلك أنا الحقيقة نركز دائما على أن هذا الموقع هو ليس للطفل نترك الطفل فيه يبعو حتى نرتاح من إزعاج الطفل و نفرغ لا هذا موقع أريد به أن يكون الأب و الأم مع ابنهما أو بنتهم أو ابنتهم ليشاركوا مع بعض وقت جميل ممتع يكون فيه فائدة إن شاء الله تعالى مهندس سايل نشكر لكم على هذا الإضاح و جهود عظيمة نسألان يتقبل منكم و يبارك في ما تقدمونه الدكتور منصة رائعة و جميلة نعم و تحفظ قيم الطفل و من يقوم عليه و ناس أخيار و مرجعيتهم إلى العلم الصحيح الحمد لله جزاهم الله خير و إلتهم بين فترة و أخرى أن يرفعون بعض البرامج و الله شيء إيجابي لأنهم محتاجون في ذا الزمن يعني غرس القيم و البادة السليم و أسمح عام يعني و هكذا أنه قد يعني الأب و الأم الاشتراك يعني عند البعض قد ينشغل عنه صدكت لو بعض البرامج ترفع مثلا في الوتيوب و هذا نعم نعم ليستفاذ من أحسنتم نحن دكتور طرحنا شوال التفاعلي ما المنهج الذي تتبع مع أطفالك لتعليم الصلاة يعني محمد سرود يعني يقول الصلاة أمامهم و تقبل لعبهم أثناء الصلاة كالركوب على الظهر أو حمل أثناء الصلاة صحيح؟ نعم هذا عندما يكون صغيرا مثل ما ذكرنا نعم طيب استحابه من المسجد و فرض لباس محترم أثناء الصلاة هذا من عدنان مهم جدا مهم جدا استشعار الإبن لا تذهب به للمسجد حتى يربى على فهم حقيقة المسجد و أن هذا مكان للعبادة ليس هو مكان للعب أو الأشياء يعني لابد من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى جميل نعم مستر علي يقول حاول ما أمكن أن أحببهم في الصلاة عن طريق مجموعة من النصائح و أسألهم عنها كل يوم و كذلك توبيخهم يعني عند تركها جيد جيد أحمد محاولة صحاب الأطفال المسجد و تحبيبهم في أداة الصلاة جميل عبد الله يسلام يقول أستعمل في سلوب عبد الله يحاول الصلاة كالترغيب تارة و الترهيب تارة أحاول أن أذكرهم بالجنة و بين نعيمة و أذكرهم أيضا بالنار و عذابها و أحيانا أضربهم عندما ألاحظ أنهم تفرطوا في ذلك نعم جزال الله خير له أثر و نعكاس دكتور يعني شعيرة الصلاة و أهميتها و غرسها لدى الأبناء و كما تعلم يعني هي حياة المرأة يعني حتى في جانب تعزيز السلوك عندما الإنسان مثلا إذا أراد أمر تجدني لابد أن يصلي صلاة الاستخارة جميل من الأمور هذه تجد جوانب كثيرة الصلاة يعني على قوله أصلحت جانب السماء و الأرض صحيح فأيضا شأن الإنسان عندما أحيانا اشتكي من الهم صحيح أليس الصلاة علاج لهم صحيح إذا فزع أن مساء الله سلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة و ممكن يعني نختم هذه بحيث اللي صار فيه يعني وقت لآسلة و كذا المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة نعم من الخامسة عشر فما فوق كمي هذه المرحلة هي أخطر مرحلة لأن الإبن الآن بلغ سنة التكليف مكلف الآن نعم فإذا بلغ الإبن خمسة عشر سنة تجلس معه جلسة الآن الجلسة هذه تقول له يعني تسأله ما علامات البلوغ يعني يبدأ لابد أن يعددها يعرف أنه ظهور شعر العانة الإبط الاحتلام بلوغ خمسة عشر سنة تقول له هذا البلوغ خلاص هذا مؤكد الآن أنت بعد سن البلوغ أصبحت مكلفا محاسب أي ستحاسب فأنت الآن ينبغي أن تكون اعتدت الآن عندك خمس سنوات ثم قبل ثلاث سنوات ثم ثمان سنوات وأنت تربى على الصلاة ينبغي الآن بعد سن خمس عشر الآن الصلاة أنت تلتزم بها استقلالا المفترض الآن لا تحتاج إلى مذكر أنت الذي تنبه نفسك أنت تستعمل منبه هنا لا بد أن يربى الإبن يعني لا يبقى فقط نحن الذي نوقظه نحن الذي ننبهه لكل صلاة بعد خمس عشر سنة ينبغي أن يعلم أنك هذه صلاتك أنت لا بد أن تقوم لها و إذا لم تقوم للصلاة أمر عظيم هنا الآن تبدأ تدخل معه في الترهيب من ترك الصلاة و أن من ترك الصلاة بالكلية حتى يصدق عليه أنه لا يصلي أن هذا والعاذ بالله كفر و أن الذي يصلي فرض و يترك فرض يصلي و يخلي هذا على خطر عظيم و أنه نبدأ نكلمه و نقول له ترى الآن انتهى مسألة الضرب ترى الآن بعد خمس عشر أنت إنسان مكلف إما تصلي و تعبد الله سبحانه وتعالى و تصبح يعني أنت إنسان ملتزم بدينك و مستقيم على دينك أو أنك أنت ترفض الصلاة فترى هنا هنا أحكام أخرى الآن بعد في ضرب الآن تسليم للقضاء و تسليم و يبدأ الطفل يشعر الآن أن يبدأ الشاب الآن ثم في هذه المرحلة ننتبه إلى أصدقاء السوء أصدقاء السوء قد يفسدون عليك ما فعلت من التربية أنت ثلاث سنوات خمس سنوات و أحسنت صنعا و الإبن كان يصلي و يصلي بصدق رب يهدوا ما بنيتم إذا وصل خمس عشر سنة الآن يبدأ الأصدقاء و الجلس معهم اليوم أنا أختبر الإبن و كذا أقوله يعني هل الأصدقاء لهم أثر على الإنسان ألا ما لهم أثر يعني اللي يصلي يصلي أصلاً و لو جلس مع أصدقاء ما يصليه من أثر قلت كيف من أثر لا صاحب ساعد طبعا الإبن في بداية الأمر ما يشعر بأثر ممكن يقوم فعلاً و الأصحاب جالسين و يذهب و يصلي لكنه مع مرور الوقت يبدأ أسخرهم منه أنت تذهب تصلي خائف من اللعبة لأنك لا تريد تكمل اللعبة فالانتباه للأصدقاء أن يكون مع حلقات التحفيظ أن يكون مع أصدقاء طيبين أن يكون هنا يكون في خير كبير الدكتور أبو زيد مكي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القراء حديث معاك ذو شجون رائع و شيء و لكن الوقت داهمنا نشكر لك تلبية دعوة البرنامج دكتور الله يجزيكم الخير و أشكركم على هذه الاستضافة الله يبارك فيك أشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم و متابعتكم أيضا كذلك تفاعلكم معنا يتجدد لقاء بكم بالله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إلى ذلك الحين و في كل حين استودعكم الله موسيقى